حذر موت النائية بنفسها عن الصراعات التي شهدتها المناطق المحررة مؤخراً المنحزة إلى الدولة والشرعية وتغليب فرص السلام على أي دورات عنف هل يتغير توجهها وتدخل فصلاً مختلفاً من فصول الصراعات أم أنها ضغوطات لإجبار الحكومة على حل المشكلات الخدمية والأمنية فحسب في السابع عشر من الشهر الجاري أمر البحسن بإيقاف باخرة قبل أن تقل دفعتها من النفط الخام الذي يصدر لصالح الحكومة الشرعية والتي تتهمها السلطة المحلية بإهمال حذر موت وعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاهها سابقة ملفتة ويبدو أنها جادة هذه المرة بإعلان محافظ حذر موت اللواء فرج البحسن قائد المنطقة العسكرية الثانية إيقاف عملية تصدير النفط احتجاجاً على ما قال إنه تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة التي تعيش أزمات ومشكلات خدمية وأمنية يأتي قرار البحسن بعد موجة من رسائل التحشيد والتأييد الرسمية والشعبية لقيادة السلطة المحلية أوقف تصدير النفط بسبب تجاهل الحكومة لمطالب حذر موت أبرزها دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية وصرف مستحقات حصة حذر موت من النفط الخامل أشهر ومديونيات المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء المتراكمة الحكومة اليمنية اعتمدت في وقت سابق نسبة 20% مستحقات مالية لحذر موت عن مبيعات كل شحنة نفط تصدر من الحقول الواقعة في المحافظة لكن المحافظة أكد أن المستحقات لم تسلم تحشيد شعبي ورسمي إذن ضد الشرعية في المكلة وقرار رسمي بإيقاف تصدير النفط أهم رافد لموازنة الحكومة اليمنية تطورات ملفتة إما أن تخضع الحكومة للإسجابة لمطالب حذر موت وحل مشكلاتها أو قد تدفع المحافظة الكبرى للذهاب إلى المجول بعيدا عن الشرعية والدولة اشتركوا في القناة